النهاردة يستمر فيها غياب المهندس عدلي طيبوا بعدين يعني حيفضل المكان ده فاضي كتير أربع خمس حلقات أعتقد حضراتكو وحشكوا المهندس عدلي القيعي زي ما وحشني أنا كمان يا ماش مهندس مساء الخير مساء النور يا سيد إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل أنبيكو السادة المشاهدين ولا أنت لو حشتوني جدا لا أنت وحشتنا كتير إيه الحكاية ألف ألف سلام عليك أنت روحت البيت من أول مبارح الحمد لله الحمد لله بفضل من ربنا ورحمته الحمد لله والإنسان لازم يشكر ربنا على كل شيء طبعا ما وش حاسس بالنعم اللي كانت عنده فالحمد لله والفضل لله لكن بداية يا سيد إبراهيم أحب أشكر كل إنسان كلف نفسه ما شقت السؤال علي واعتذر له أنا ما كنتش قادر أرض على التليفونات لكن كنت أشوف كل التليفونات والرسائل ما فيش شخص يكلم خذ بالك أنا كنت حايش عنك كتير كل اللي يكلمني عايز يكلمك أقوله لا أنا هابلاغه والله كنت بوصي طبعا اللي عرفوني عشان أخفف الضغط شوية لأن هي المشكلة يا سيد إبراهيم مش بس أنك أنت بترد على التليفونات أنت مطالب بالتفسير يعني إيه الأكبار وإنش عارف والدنيا عمل فيه موقف غامل أنت مش فاهم منافسك صحيح الحمد لله الحمد لله الحمد لله ألف ألف حمد لله على السلامة أنت والمدام ومحمد إن شاء الله كل خير يا رب يا رب يعدي على خير علينا كلنا ودينا الصحة كلنا رب قل لي بقى وتسلي بقى لنا من بعضنا بقى ده اللي أنا عايز أقولولك بقى من خلال التجربة تقول للناس لأنه برضو كان الكلام على الكورونا الناس مش مصدقة أنت من وقع التجربة كلامك مهم للناس بص يا سيد إبراهيم أنت كنت شايفني بحاول أكون ملتزم أول صحيح يمكن من أكتر الناس اللي كانوا بيحاولوا وعملوا اللي عليهم في موضوع الإجراءات الاحتراثية لكن أنت في الآخر بيستعمل في حاجات ما انتش قادر تسيطر عليها أنت بيجي لك فلوس أنت بيجي لك ديليفري أنت بيجي لك داوة أنت بيجي لك كيس بتمسكه أنت بتمسك دربزين يعني ما انتش عارف القصة جاية منين فإحنا لا أخذ بالأسباب وربنا كرمنا لأن الموضوع يا جماعة والله مش بس يعني ربنا ما يحرمش حد من أم فرشته أبدا لأن أجواء المستشفى أجواء صعبة جدا كل دي أو التانية حوان كل دي أو التانية تحليل كل دي أو التانية إشاعات كل دي أو التانية سونار كل دي أو التانية غير الأدواء وفي الأخذ أنت مش عارف أنت بتواجه إيه بالزبط لكن صحيح المهم أن الناس بتحوك تسيطر على أن ما حصلش ضرر يعني الحمد لله الحمد لله فأنا بقول أن نسخلوا بالكم من بعض ونستحملها ونعرف أن ربنا والله بيدينا بيدينا حاجة باللينا فكاروا بقى في اللي أنتو بتعملوه شوف نعمة اللمة نعمة اللمة ما فيش حاجة تانية صحيح فأصبحت دلوقتي محل شك فتصورنا نحن بنطلب من الله سبحانه وتعالى يرجع لنا نعمة اللمة نعمة اللمة صحيح صحيح فخلي بالنا وخلي بالك أنك أنت برضو مسؤول عن غيرك مش أنت بس أنك أنت أنك تحمي نفسك طبعا أنت مسؤول عن غيرك صحيح صحيح وبس أنا قبل ما نسأل أن حصل حدث كنت أتمنى أن يكون موجود معاك فيه على الهواء نفوز قناة الأهلي بأفضل قناة رياضية عربيا سعيد عربيا وده بيحطك كل يوم في قيمة الأهلي وقيمة ما يفعله والأهداف اللي بتحرك عليها والمستوى اللي بيتعامل بيه أيوة المسألة ما بقيتش محتاج أن حتى يهاجم ويدافع صراحة المسألة بقيت مسألة أن الإنسان بيراكب حتى اللي بيهاجمك بينه بالنفس وما بلاه حينما كده بيفكر وبيحلل لا بيشوف بيشوف مشاهد كتيرة جدا بتقول نادي الأهلي مش منشغل غير بنفسه وغير إنه يمشي يعمل الصحة فربنا يكمل لهابنا بخير يا رب وفي الأخر عايزة أقول الحاجة يعني في الأخر بنلعب كورة عشان نستمتع تبالك لصديقك محمود عدلي بالجائزة هو آه أنت جبتها لي على هوا وأنا بتفرج عليها آه أنت عارف أنه أنا كنتش حتى قادر أتفرج على التلفزيون يا براهيم آه طبعا تتفور أني أعمل للوحد كنت فورفت عناية مركزة يا باش وانس لا يعني هي ما كاناش في المركزة كانت تدور العناية المركزة لكن كان عدلي تام وكان العناية بخدها قدت أنا آه آه إنما ما كناش طيقين التلفزيون ما كناش طيقين نسمع صوت طبعا الحالة النفسية تتواش طبعا فأنا أنا بعتز كل اللي ما رضتش عليهم وبشكرهم جدا 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 بقولوا سمحوني لكن كفاية 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 إن والله المرض بيوحد الإنسانية وبيوياين يعني كل واحد يعني هو إيه عند الناس ودي حاجة هي teach some صحيح طيب إيه هتلحق ما تشuego ما ربنا عدا اللي نشوفك إن شاء الله وتكون معنا إن شاء الله في حلقة الخميس بإذن الله إن شاء الله أنا هستغل بقى ودنيا مشه كويس وبإن الله يكون فيه نصيبهم الخميس إن شاء الله ألف ألف حمدل على السلامة ودايما وأبدا في موفور الصحة والسعادة مش منس وتحياتي كله للوسط الرياضي وعايز أقول للناس حاجة أنتوا مش فاهمين قيمة الكرة المصرية الكرة المصرية هي دلوقتي الموجودة على الصحة الأفريقية وتقريبا العالمية عن أفريقيا إحنا اللي مبادلينها إحنا اللي مش محترمينها لكن الكرة والمستوى والمواعد إحنا في حتة تانية والله بشأن التنظيم نروح حتة تانية جدا 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 كل هو المطلوب كل واحد يعمل شغله مشغلش يدمانه بحاجة تانية مش دوره توصل للي أنت عايزه شخصيا يوصل للي البلد محتاجه صحيح مش عايز أجهد عليك أكتر من كده لكن بالتأكيد منتظرين منك كلام كتير في حالة تركبسين أنا أفري زيما صدقت في ريحة أن أنا أتكلمت الحمد لله لأ الحمد لله ده أنا عايز أتسيب لك كل الوقت مش عايز أضيع وقتك أو صاحبك أكتر شكر الفضل من ربنا أنت مفترض مستمر في الإجراءات العلاج التأهيلي بقى بس الحمد لله النتيجة سلبية الحمد لله أنت والمدام الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا للمهندس عدل القاعد الشريك الكبير والرفيق الدائم أنا بقول لكم 575 حلقة وإحنا سألوها ويا رب دائما وأبدا نكون على طول في خدمة جمهور الأهلي وقناة الأهلي عبر ملك وكتابة ترجمة نانسي قنقر